وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات مرحبا بحضرتك فاند يعني تابعنا اليوم افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحبية الحكومية يعني الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لامتلاك مصر لهذا المركز المسائل خير على حركة وعلى كل المسائل المشاهدين ولكن خليني أقول لحضرتك أن أهداف المركز هي أهداف استراتيجية فعلا بتسعى لتخديم خدمات سهلة للمواطن وحصوها لخدمات الرقمية حالك لاحظت أن في الفترة اللي فاتت بقيت فيه منصة مصر الرقمية فيه مجموعة من التطبيقات اللي بقت موجودة والمنصات اللي بتقدم خدمات للمواطن طبعا الحاجات دي مع إزياءة أنواع الخدمات اللي بيتم إضافتها من وقت للآخر مع كمان وجود عامل الذكاء الاصطناعي لربط البيانات دي بعضها وتحليلها واستنبط منها والتنبؤ بحاجات ليها ده بيتطلب وجود مركز خاص للبيانات عشان يحقق مجموعة من الأهداف زي تدمرت الحركات القديم خدمات سهلة ومساندة الشباب لسوق العمل إنه هو بيساعدهم ويأهلهم على القدرة إنه هم يتماشوا مع سوق العمل وكمان ده بيشك عريدة الأعمال والاستثمار في مجال التكنولوجيا والبيزنس وبيحفز الابتكار وده كله هو محوره بيبقى في الأساس المواطن مصري عشان كده المركز ده معمول كله من خلال شركات مصرية وبيادية مصرية وشباب مصري وحضرتك برضو التحول الرقمي وبناء القدرات والابتكار ده بقى موجود في الدولة من فترة طويلة جداً وابتفع بشكل يعني جدي جداً إنه يتحق أكبر قدر من الخدمات اللي تقع موجودة أونلاين لأنها تساحل على المواطن حصول على الخدمات ولو حضرتك تابعتي الفترة اللي فاتت لأي إن كان في سنة عشرين عشرين البنية المعلوماتية كانت حوالي أكتر من مئة قاعدة بيانات وفي سنة عشرين لما تم إطلاق منصة مصر الرقمية كانت عليها حوالي مئة وثلاثين خدمة ووصلنا حالياً إن إحنا بقينا مئة وثلاثين خدمة وده كمان مع المبادلات اللي بتحصل من ذات الاطلاق طب أستاذ وليد إحنا بنتكلم دولاتي على تقديم خدمات للمواطن المواطن هيشعر بالخدمات الرقمية الموجودة على منصة الحكومة ولكن أيضاً التحول الرقمي بيشمل مجالات عديدة مختلفة الصحة والتعليم والعدل وإدارة المدن الذكية وغيرها من المجالات يعني تأثير كل ذلك على الاقتصاد المصري وعلى مستوى الحياة في مصر وعلى التقدم في السنوات القادمة بإذن الله خلينا أأكد لحركة أن المركز اللي تم إنشاؤه هو مركز كلاود كومبيوتينج أو حوسبة صحبية لأن نظراً أنه بقيت فيه أجهزة كتيرة وفيه مؤسسات كتيرة وفيه جهات موجودة في الدولة كلها بدأت تتحاول رقمياً فمن الصعب جداً أنه يبقى موجود الحاجات دي على أجهزة كومبيوتر فيزيكال فقط يجب أن يبقى فيه موقع تبادلي أو كلاود كومبيوتينج موجود حوسبة صحبية موجودة على الكلاود وموجودة عليها البيانات عشان نقدر نتعامل مع الحجم الهائل اللي بتنتجه الأجهزة دي من البيانات مفيش حد فينا دلوقتي لو عادنا نبص كده هنلاقي أنه بيحصل على حاجات على الأقل خمس أجهزة بتطلع بيانات غير الخدمات الأخرى غير الجهات والمؤسسات والبنية التحتية للدولة إنه ده محرق ذكرتي وزارة العدل والتعليم وزارة كله بقى دلوقتي تحول رقم الكم الهائل ده من البيانات عشان يتم معالقته والاحتفاظ دي والتعامل معه من خلال ذكاء الاصطناعي والتنبؤ ورصد أي حاجة عادي نعمل لها رصد من أي نوع يجب أن يكون في مركز البيانات ده كمان نظر أنه هو من المركز القوية جدا والأولى من نوعها في الشرق الأوسط ده هيخلي مصر مركز استراتيجي في مجال البيانات والتعامل مع البيانات نعم أشكرا جزيلا شكرا لأستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات شكرا جزيلا لك